اشتركوا في القناة رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين اليوم المتابعون الكرامية والمتابعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تسجيل جديد في دروس البلاغة العربية اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن الكناية وأنواع الكناية إذن تعريف الكناية الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه سوف نشرح لازم معناه إذن لفظ أو عبارة أو جملة أطلق وأريد به لازم معناه لازم معناه أي معناها الخفي لازم معناه أي معناها الخفي أريد به معناها الخفي مع جواز إرادة المعنى الظاهر أي بمعنى أننا نتكلم بكلام هذا الكلام له معنيان له معنى خفي وهو المقصود بهذا الكلام ومعنى ظاهر ليس مقصودا لكن يجوز أن يكون مقصود ليس مانعا أن يكون مقصودا إذن الكناية لفظ له معنيان معنى خفي هو المقصود بالكلام ومعنى ظاهر ليس مقصودا لكن يمكن ويجوز أن يكون مقصودا إذن هذا كلام مجرد لكن بالأمثلة تستطيع أن تلمى بالكناية وأنواع الكناية إذن مع هذه الأمثلة إذن أبي نظيف اليدين أبي نظيف اليدين إذن لها معنيان المعنى الأول الظاهر والدارج على أرسلة الناس وأن أبي يغسل يديه أبي يغسل يديه وبالتالي فييده نظيفا دائما هذا هو المعنى الظاهر الجائز لكن القصد في هذه الجملة الكناية وهي أنه أن أبي لا يأخذ الرشوة وبالتالي يده نظيفة لا يأخذ الرشوة أو لا يسرق المهم أن يده نظيفة هو رجل نظيف إذن تلاحظون في هذا المثال أبي نظيف اليدين لها معنى ظاهر عادي يجوز أن يقصد به هذا يكون المعنى يكون القصد هو أن الله ضافت اليد ويجوز أن يكون المعنى الخفي وهو أن أبي لا يأخذ الرشوة إذن معنى ياد الظاهر يجوز والمقصود في هذه الكناية هو المعنى الخفي مع مثال آخر قالت الخنساء رحمها الله طبعا الخنساء رحمها الله لأنها صحابية كريمة أدركت زمن عمر بن خرطاب رضي الله عنه وبكت أخاها صخرا كثيرا حتى أصابها قال حتى أصاب أو قاربت على العمى لكن في الإسلام توفي لها أربعة أبناء ولم ترثيهم مثل ما رفت أخاها بل صبرت واحتسبتهم في سبيل الله إذن تقول الخنساء طويل النجاد النجاد هو هذا الذي ترونه عن الصورة هو الحزام الذي يربط بسيف ويعلق في كتف المحال إذن النجاد يقول طويل النجاد أي حمالة السيف أي أن هذا الخيط يكون طويلا ويتصب الآن سيف أخيها فتقول أنه كان له سيف وكانت حمالة سيفه طويلة ورفيع العماد أن خيمته عمدتها مرتفعة هذا هو المعنى الحقيقي كثير الرماد أي أن له نار كثيرة وهذه النار الكثيرة تخلف وراءها رمادا كثيرا إذن المعنى الظاهر أن حمالة سيفه طويلة أن له خيط طويل يضعه على السيف وأن عمدة خيمته طويلة وأنه كثير نار وهذا المعنى جائز المعنى الظاهر هذا يمكن أن يكون هو المقصود لكنها لا تريد هذا المعنى المقصود وإنما تريد مقالة طويل النجاد أي طويل القامة كيف يستقيم ذلك؟ لأن الشخص الطويل لا بد أن يكون الحزام الذي يربط به السيف طويلا لأن المسافة ما بين خسره حيث يوضع السيف وما بين كتفه حيث يعلق السيف تكون طويلة نسبيا وبالتالي فهو شخص طويل إذن يحتاج إلى حزام طويل انظروا إلى هذا المعنى الخفي إذن أرادت أن أخاها سخر شخص طويل وبالتالي الطويل القامة يكون له هيبة طبعا رفيع العماد طبعا رفيع العماد أي أن خيمته مرفوعة بأعمدة كثيرة طويلة وبالتالي فيها عالية وواسعة ومرتفعة وهذا هو الشأن بالناس شرفة طبعا الشرفة في ذلك الزمان هم الناس الأغنية وأصحاب الجاه وأهل الزعام فتقول أن عماده طويل وتقصد أنه صاحبه شرف وعز ووجاهة وكرم ثم تقول كثير الرماد الرماد التي تخلفه النار الكثير لماذا تخلفه النار الكثير لأنه لا يطهو أو أن زوجته لا تطهو لنفسها ولا هو إنما له خدم يطهون للضيفان وبالتالي فهو كثير الرماد هذه كناية عن الكرم إذن تلاحظون ثلاث كنايات لها مظهر ظاهر محتمل ولها مظهر خفي وهو أنه طويل القامة وأنه شريف وأنه كريم مع كناية أخرى منازل عششت فيها البوم والغربان لها معنى ظاهر وهو أنها منازل فيها يسكنها البوم وتسكنها الغربان لكن لها معنى باطن خفي وهو المقصود هنا وهو أن هذه الضار أصابها الخراب لماذا قصدنا الخراب؟ لأنه لو لا أن البوم سكنها لو لا أنها خراب لما سكنها البوم ولما سكنتها الغربان إذن فهي كناية عن الخراب إذن أعتقد أن المتابع الكريم قد أدرك معنى الكناية جيدا قال الشاعر كانت تعجب بعضهن براعتي كانت تعجب بعضهن براعتي حتى رأينا تنحنحي وسعالي إذن ممكن أن المعنى الحقيقي مقصود يجوز وهو أنه لما رأيناني أتنحنح وأسعل ابتعدنا عني لكن المعنى الخفي المقصود وهو الشيخوخة أي لما كنت شابا كنا يتبعني ويعجبنا بي لكن لما صرت شيخا وكثرة نحنحي وسعالي ابتعدنا عني إذن تلاحظون أن المعنى الخفي أحيانا يجب التفكير جيدا حتى يدرك هذا المعنى الخفي قال الله تعالى وحاملناه على ذات ألواح ودسر ذات ألواح أي تلك التي لها ألواح ودسر وهذه كناية عن السفينة سفينة نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبيه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء إذن لاحظوا بعيدا عن الكناية لاحظ بقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر المقصود أو الإشارة إلى أن ليست السفينة هي التي أجت نوح عليه الصلاة لأنها مجرد شيء له ألواح وله مسامر وغير معقول أن هذه اللوحة والمسامر يعني تنجي نوح ومن معه ولكن المراد أنها كان سبب والمنجي الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى إذن ذات ألواح ودسر معناها الخافي وهو السفينة هناك بعض الكنايات المشهورة وتستعمل كثيرا منها ابن السبيل ابن السبيل أي الشخص المسافر كناية عن الشخص المسافر وابن ليلها صاحب الأمر أي صاحب الشأن الذي له الأمر والنهي طبعا ولله الأمر من قبل ومن بعد بنت الأرض والمقصود بها مقصود بها عفونا الحصات وبنات الظهر الشدائل لأن الظهر دائما يأتي به الشدائل فلذلك سميت بنات الظهر فإذا قيل بنات الظهر فيقصدوا بها الشدائل أيضا من الكنايات المشهورة ابن الليل يقصد به الذئب وهذه الكناية عند العرب وابن الطود ويقصد به الصدى الطود هو الجبل لما تقول لما تنادي في الجبل فإن اسمها الصدى فإن قال ابن الطود كناية عن الصدى ويقال بنت الشفا وهي الكلمة لأن تخرجه من الشفا ويقال بنت اليمن لأنها القهوة إذن الآن بعد أن تعرفنا عن الكناية لا بد من الإشارة إلى أنواع الكناية إذن الكناية تقسم إلى ثلاثة أنواع كناية عن صفة وهي الأولى التي نتكلم عنها الآن والمعنى أن الكناية تكون عن صفة فيكرنا مثلا عن صفة الكرب أو صفة العزة أو صفة القوة وغيرها من الصفات الكثرة مثال ذلك لما نقول قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك البخل هذه كناية عن صفة البخل لا تجعل يدك مغلولة أي مربوطة إلى عنقك هذه الله سبحانه وتعالى يكني هنا عن صفة البخل أي لا لا تكن بخيلا فكن الله سبحانه وتعالى عن صفة البخل بكلمة مغلولة لا تجعل يدك مغلولة مربوطة إلى عنقك يعني بخيم شدة البخل ولا تبسطها كل البسط طبعا لا تبسطها كل البسط كناية عن صفتي التبذير يعني لا تكن بخيلا ولا تكن مبذرا بل كن إنسانا بين هذا وذاك فأنت إنسان لا تبخل على نفسك ولا على أهلك ولكن كن إنسانا متصدقا مزكيا إن كنت من أهل الزكاة إذا المثال آخر فلان ألقى سلاحه وهذه كناية عن استسلام لأن الشخص لما يستسلم تقول عنه ألقى سلاحه فإذا قلت ألقى سلاحه بمعنى استسلام أيضا تقول فلان نقي الثوب وهذا معنى له معنى مقصود له معنى حقيقي وهو الثوب النقي وله معنى مقصود بالكناية وهو أنه شخص نزيه وشخص طاهر من الأنجاز والأرذان إذن لا شك أنك تعرفت الآن على الكناية المقصود بها الصفة أي الكناية عن صفة ومع النوع الثاني من الكناية وهي الكناية عن موصوف إذن أولا الكناية عن صفة لكن الآن عن الموصوف الشخص الموصوف بهذه الصفة طبعا شخص أو يعني شخص عادي أو معنوي وهي التي يكن فيها عن ذات أو موصوف مثل العرب، مثل اللغة، مثل الفلاح وزد على ذلك ما تشاءل مثل الأستاذ، مثل الصالع، مثل المحامي، مثل الطبيب، مثل كل شيء وهي تفهم من العمل أو اللقب الذي انفرد به الموصوف وبالأمثلة دائما تضيح المقام قال الله تعالى في سورة نون في سورة القلم ركاية عن سيدنا يولس عليه السلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت كصاحب الحوت من الكناية عن موصوف وليس عن صفة كناية عن موصوف وهو سيدنا يولس عليه السلام إذن أعتقد أن المعنى قد ظهر وبال وقال الشاعر أيضا يابنة اليم يابنة اليم ما أبوك بخير إذن ابنة اليم ما هي اليم وهو البحر إذن من هي ابنة البحر؟ هي السفين أو ما هي ابنة اليم؟ هي السفين إذن كناية عن موصوف وليس صفة لأن السفينة ليست صفة ويولس عليه السلام ليست صفة بل يولس والسفينة هما موصوفان وللكلام أيضا عن الكناية الثالثة وهي كناية عن النسبة بمعنى أن يصرح فيها بالصفة المتكلم يصرح بالصفة ولكن هذه الصفة لا ينسبها إلى صاحبها الموصوف ولكن ينسبها إلى شيء متعلق بهذا الموصوف حيث تأتي بصفة ثم لا ننسبها إلى الموصوف مباشرة ولكن ننسبها إلى شيء يتعلق بهذا الموصوف يعني بالأمثلة يظهر الأمر لا حمعي هذه الأمثلة فما جازه جود طبعا وذا بيت لي المتنبي رحمه الله فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير إذن فحيث يسير هذا الشخص يسير الجود معه الجود معناه كرم فقد نسب الجود إلى شيء متصل بالممدوح وهو المكان الذي يوجد فيه ذلك الموضوع إذن تلاحظون أن المكني هنا المتكلم الشاعر لم ينسب الصفة وهو الجود لم ينسبها إلى الموصوف مباشرة ولكن وصف نسب الجود إلى المكان الذي يكون فيه الموصوف وهو فقال يسير الجود حيث يسير إذن إذا أكست جيدا في هذه العبارة سوف تفهم معنى الكناية عن نسبة سؤال يطرح كثيرا كيف أفرق ما بين الكناية والاستعارة؟ أولا الاستعارة كلام إذا قرأته تجده فيه نوع من الخيال كلام غير منطقي يعني ليس له معنى حقيقي تجد فيه كلام غير منطقي مثلا تقول رأيت أسد يحكي بطولته أو بطولته فالأسد لا يحكي بطولته وبالتالي فهذا لا يبتعد أن يكون كناية هذا ليس كناية في العسل كناية لما تقرأه وتجدها كلام منطقي عادي لكن لها معنى خفي من بعض الناس يدركونه بعض الناس يدركه وبعض الآخر لا يفهم هذا المعنى الخفي إذن الاستعارة لها قارنة هذه القارنة قد تكون قارنة لفظية قد تكون قارنة عقلية إذن قارنة تمنع وجود المعنى الحقيقي مثلا حين تقول رأيت أسد يحكي بطولته فالأسد هنا استعارة لكن هل أسد يحكي؟ الأسد لا يحكي وبالتالي فهذه قارنة تمنع المعنى الحقيقي وهو أنك رأيت أسد حقيقي يستحيل أن تفهم من المعنى أنك رأيت أسد حقيقي المعنى الحقيقي بعيد جدا لماذا؟ لأنه وجود كلمة يحكي القارنة فالقارنة هي التي منعت المعنى الحقيقي أن يفهم وهذه القارنة مانعة لإرادة المعنى الحقيقي فلا يوجد أسد يحكي أو يتكلم بينما الكناية ليس فيها قارنة مثلا لو قلنا فلان يده طويلة فهناك معنى حقيقي جائز وهناك معنى الكناية جائز أيضا فيجوز أن تكون يده طويلة حقيقة المعنى الحقيقي جائز ويجوز أن تكون هذه العبارة كناية عن أن هذا الشخص هو سارق يده طويلة بمعنى أنه سارق إذن في الكناية يجوز المعنى الحقيقي ويجوز المعنى المكني بخلاف الاستعارة التي لا يجوز فيها المعنى الحقيقي ولكن دائما يكون المقصود هو المعنى المجزي إذن إلى هنا ينتهي معكم هذا التسجيل اعتذروا عن بعض عن إعادة الكلام ولكن من حسي الشديد على أن يفهم المتلقي الكريم والمتلقية الكريمة هذا التسجيل لا تبخلوا علينا بالاشتراك والإعجاب بهذا التسجيل وغيره وهذا من أجل نستمر في العطاء وفي البذل وفي نشر هذا الخير إليكم جميعا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر